أعزائي المشاهدين علم آخر من أعلام العراق ترك آثارا علمية كبيرة واشتهر أمره وذا عصيته بين المؤلفين ليس في العراق فحسب وإنما في العالم الإسلامي ذلك هو المؤرخ كمال الدين عبد الرزاق ابن الفواطي الذي لم يؤرخ لبلده فحسب وإنما أرخ للعلماء والأدباء والمثقفين في رقعة واسعة من العالم الإسلامي امتدت من بلاد الشام إلى المشرق الإسلامي رغم أنه عاش في ظل ظروف بالغة الصعوبة هذا الرجل ولد قبل الاحتلال المغولي لبغداد وللمشرق الإسلامي بنحو 14 سنة فحينما وصل المغول بغداد كان صبيا وولد في بغداد في حي أو محلة كانت تعرف بالخاتونية قريبا من دار الخلافة العباسية وموقعها الآن في منطقة شارع النهر في وسط شارع النهر لأن دار الخلافة العباسية تشغل شارع النهر الحالي أو شارع المستنصر ولد في بيت موسر هناك ومن بيت مثقف لأن والده نعرف أنه أشرف على توجيهه وتعليمه منذ قفولته ونشأته ونسب وهو من أسرة شيبانية معروفة في بغداد لكنه لم ينسب إلى آبائه وإنما نسب إلى أخواله الذين كانوا يتاجرون بالفوط بالفوط بغطاء الرأس فعرف بابن الفوطي من هنا جاءت نسبته ابن الفوطي عاش ضرفا صعبا حقيقة لأن وهو في تلك السنة المبكرة تعرضت مدينته إلى الغزو المغولي واقتحم هولاكو بجيشه هذه المدينة ليدمر ما شاء له أن يدمر ويخرب ما يشاء المهم تغيرت الأحوال على هذا الشاب الصغير وزاد الأمر سوءا أنه أسر وعاش ثلاث سنين وهو أسير لدى المغول حتى استطاع أن يهرب منهم يفر بإعجوبة والتحق بخدمة حكيم كان معروفا حكيم هو وعالم هو الخواجة نصير الدين الطوسي وكان هذا من أقرب المقربين إلى هولاكو لكنه كان مهتما بعلم الفلك وبجمع المخطوطات وبالحقيقة جمع المخطوطات سلب المخطوطات من خزائنها يعني مستغلا نفوذه وقربه من هولاكو يعني كان يصادر الكتب كما يحلو له وينقلها إلى مرصد أنشأه في مدينة مراغة في شمال إيران ووجد يعني عبد الرزاق بن الفوطي الفرصة الوحيدة المتاحة له أن يلتحق بخدمة هذا على الأقل هناك شيء مشترك وهو الاهتمام بالكتب والعلم فدخل في خدمته وعاش يعني وقتا بعض السنين في مراغة حتى ظهرت نباهته ويعني وضح علمه وثقافته فأعجب به الخواج نصير الدين وجعله من تلامذته وحقيقة أفادت يعني كل من صاحبه أما الخواج نصير الدين فوجد في هذا شابا متقفا بغداديا عالما يعني بجوانب مختلفة من جوانب التقافة وعبد الرزاق بن الفوطي وجد في نصير الدين حكيما عاقلا عالما وصاحب مرصد يجتمع فيه علماء عصره وفي هذا المرصد كانت ثمة خزانة عظيمة للكتب جمع فيها خواج نصير الدين كل الكتب التي سلبها صادرها من الخزائن في المدن التي فتحها صاحبه هولاكو وجد الشاب عبد الرزاق بن الفوطي فرصة إذن لأن يلتقي بعلماء عصره في هذا المرصد وكان يسمى الرصد وفي نفس الوقت وجد فرصة في الاطلاع على مكنونات تلك الخزانة الكبيرة التي جمعت من هنا وهناك وأيضا وجد فرصة للاعتكاف في هذا المكان البعيد عن صخب الحياة صخب المدن والصراعات والفتوحات يعني هو مكان كان مخصصا للعلم والعلماء وجد مجالا للتأمل واللكتابة والنسخ وبالتالي وجد فرصة في إتقان الخط حتى كان أصبح خطاطا ماهرا وشجعه هذا على نسخ الكتب بيده وكان هذا سببا في أن يعتاش أو أن يزيد من دخله عن طريق نسخ الكتب فزاد هذا من دخله المادي ومن دخله التقافي إذا جاز التعمير ثم أنه وجد فرصة في أن يقوم برحلات خارج مراغة يلتقي بالعلماء هنا وهناك واللقاء بالعلماء كان أمرا مهما لأن مصدر التقافي والثقافي الثر كان هو أن يلتقي بالعلم مباشرة يسأله وإذا كان هذا أديبا فيسجل نماذج من شعره ومن انتاجاته الأدبية وبالتالي اجتمعت عند ابن الفوطي مجموعة ضخمة من تراجم علماء عصره لم تجتمع لدى أحد مثله وفي هذه التراجم نماذج كثيرة من نتاجاتهم الأدبية والعلمية وغير ذلك وحقيقة في ظل تلك الظروف اشتاقت نفسه إلى أن يعود إلى وطنه بغداد خلاصيما وأن بغداد كانت تحكم في ستينات القرن السابع للهجرة يعني 680 بهذا التقدير تحكم من قبل أحد الحكام الذين يمثلون السلطة المغولية ولكنه كان يمثل شيئا من التنور من الانفتاح يعني شيئا أفضل من الحكام السابقين وهو عطى ملك الجويني البكري هذا كان يمثل حاكما متنورا كما نقول اليوم يعني مشجعا للثقافة وسبب ذلك أنه تزوج من ابن الزوجة السابقة لابن المستعصم بالله شمس الضحى شاه لبنى الأيوبية كانت زوجة ولعهد الخلافة العباسية والعباس أحمد بن المستعصم فحينما قتل زوجها في واقعة بغداد لبثت فترة ثم تزوجها عطى ملك الجويني البكري واضح من لقب البكري أنه عربي الأصل وشهدت بغداد نوعا من الاستقرار في تلك الفترة الصاخبة في هذه الفترة قرر ابن الفوطي أن يأتي إلى بغداد ليعيش فيها وطن آبائه وطن المكان الذي نشأ فيه وترعرع فيه إلى أن بلغ الرابع عشر من عمره كما قل فجاء إلى بغداد وسكن في نفس محلته السابقة محلة الخاتونية القريبة من دار الخلافة ولكن لم تبقى ثمة دار خلافة ولم يبقى خلفاء بالطبع لكنه سكن في هذه المحلة ولا ندري إن كان قد سكن في بيت أسرته أو في مكان آخر في هذه المحلة ووجدت قد ماه طريقها إلى خزائن الكتب ما تبقى من بغداد من علمائها وخزائنها ومعالمها الثقافية وكان أبرز ما في بغداد في ذلك الوقت هو المدرسة المستنصرية فقصدها وتعين فيها أمينا لمكتبتها وهذا دليل على أن المغول لم يدمروا هذه المكتبة عدد الكتب في المدرسة المستنصرية كان نحو ثمانين ألف مجلد عدد ضخم جداً لم نسمع أن هذه المكتبة دمرت أو ألقيت في دجلة كما ذكرت بعض المصادر المتأخرة الروايات المتأخرة وبالجملة أصبح أمن الفوطي أميناً أو خازناً لهذه المكتبة تعينه في ذلك خبرته السابقة في المرصد السابق مرصد خواجهة صير الدين في مراغة هو حتى يمكننا فاتنا أن نذكر أنه أصبح أميناً لمكتبة المرصد عينه نصير الدين أميناً للمرصد فاستفاد من خبرته السابقة في معرفة الكتب ومعرفة المؤلفين فأصبح خازناً للمكتبة المستنصرية إحدى أهم مكتبات عصرها وربما المكتبة الأكثر غيناً بين مكتبات عصرها واستقرت أحواله في بغداد ربطته صلة احترام وكان يقوم ببعض الخدمات التقافية والعلمية لأحد الوزراء المغول وهو رشيد الدين الهمداني وحينما نكل بهذا الوزير كان من حسن حظ ابن الفوطي أنه كان يعيش بعيداً عن العاصمة المغولية في بغداد فنجي من التنكيل هو أيضاً كانت العادة إذا نكل بوزير ما ينكل بكل أتباعه حتى هذا الرجل الذي كان ينسخ له الكتب ويأتي له بالكتب ربما كان قد أصابه ضر لكنه نجى من هذا كونه كان يعيش في بغداد قضى ابن الفوطي حياته في بغداد ما تبقى من حياته في بغداد خازناً لهذه المكتبة وكان يزيد من دخله بأن يقوم بنسخ الكتب بخطه الجميل وكانت النسخ التي يخطها يعني مرتفعة القيمة باعتبار جمال خطه حتى كان يقال أنه كان يكتب الخط المنسوب يعني المنسوب بمعنى المنسوب لأحد الخطاطين الكبار فكأنه يعني كان من مشاهير الخطاطين في ذلك الوقت وقد استفاد من هذه الموهبة في نسخ الكتب فضلاً عن عمله خازناً للكتب كما أنه وهذا من قبيل مساعدة بعض المسؤولين له يعني لرفع دخله عين مشرفاً على بعض الأوقاف كان هذا يدر له بعض المال المهم ليس هذا المهم أن الرجل تفرغ في هذه الحياة لكتابة مؤلفات بالغة الأهمية جعلت اسمه حياً حتى يومنا هذا كواحد من أعلام التقافة والعلم والأدب والتاريخ في العراق على مر القرون التي تلت حياته ظل اسمه حياً عبد الرزاق ابن الفوطي كتب موسوعة كبيرة سماها تلخيص مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب تقع في أربعة مجلدات كبيرة ولكن المجلد الواحد حينما حقق حققه المرحوم الدكتور مصطفى جواد جاء في أربعة مجلدات كبيرة فضرب أربعة في أربعة يكون هذا الكتاب في أقل تقدير في ستة عشر مجلد يبدو مجلدات ذلك العصر كانت أكثر ساعة مما نعرف الآن تلخيص مجمع الآداب ترجم فيه لكل من التقى به من الأدباء والعلماء والحكماء والأطباء والمفكرين في ذلك العصر الذي شهد تغيرا مهما وانعطافا منذ يعني بين العصر العباسي وبين العصر المغولي في هذه الفترة التي تغيرت فيها الأحوال سجل ابن الفوطي تراجم الناس وأشار إلى مواقفهم من هذا الاحتلال وما أنتجوه وما كتبوه وأورد نماذج من أشعارهم كانت ترجماته لمعاصريه بالغة الروعة والإتقان قصيرة التراجم لا تميل إلى الإطناب ولكنها مركزة ومكتوبة بأسلوب مشرق يدل على حسن أدبه فضلا عن إتقانه فن التاريخ وفن المقابلة الشخصية يعني هؤلاء أتقنوا هذا الفن الذي نعرفه الآن بالنسبة إلى طالبتنا في الدراسات العليا نسميه المقابلة الشخصية يعني أن يلتقي بأصحاب الشهادات العيان ويسألهم ويسجل إفاداتهم لكن أولئك كانوا يعني يتقنون هذا الفن بحيث أنهم كتبوا كتبا كبيرة ووفقا لهذه الطريقة في استنطاق الناس من أهل العلم والأدب جاء كتابه هذا يعني موسوعة كبيرة الجزء الرابع فقط وهو حرف العين والغين شغل أربعة مجلدات وجدت طريقها إلى المكتبة الظاهرية بدمشق وقد حققها على هذه النسخة المرحوم الدكتور مصطفى جواد وصدرت في دمشق في ستينات القرن الماضي والجزء الخامس يخص حرف الميم والنون وجدت نسخة منه وحققت ونشرت في الهند أما الأزاء الأخرى فمع الأسف فقدت ولربما يعتر على شيء منها في مستقبل الأيام على أنها فقدت هذا الجزء المتبقي يمثل ثروة باذخة من العلم والأدب في ذلك العصر كما أنه ألف كتابا مهما سماه الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة أرخ فيه للعالم الإسلامي وبدأت العراق وبغداد في فترة القرن السابع الهجري وأهمية هذا القرن أنه شهد المتغير الأعظم وهو الاحتلال المغول لبغداد وترجم فيه لمن عاش في بغداد في ظل هذا الاحتلال وبالتأكيد تكلم عن المدارس وتكلم عن المنشآت التي ارتبطت باهتماماته وبالتالي هذا الكتاب يعد ثروة علمية أخرى تضاف إلى نتاجاته ولكن مع الأسف الكتاب فقد ثم ظهر كتاب آخر بنفس موضوعه تقريبا فأعتقد القوم يعني أعتقد الباحثون بأنه هو هذا الحوادث الجامعة التي ألفه ابن الفوطي فحققه المرحوم الدكتور مصطفى جواد هو أيضا ونسبه إلى ابن الفوطي ثم تبين له فيما بعد أنه ليس لابن الفوطي فالكتاب الأصل ما زال ينتظر من يعثر عليه ليضيفه ثروة لمعلوماتنا عن بغداد في عهل الاحتلال المغولي كما أنه ألف كتابا مهما في النسب في الأنساب وكتاب رتبه على ترجم فيه للعلماء والأدباء من أولي الحرف هذا موضوع طريف يعني هذا دليل على أهل الحرف لم يكونوا أميين كما نتوقع وكانوا قليلي العلم يعني الشعراء من النجارين والأدباء من الحدادين انظر إلى أهل الحرف كانت لهم نتاجاتهم الأدبية وكان بعضهم مثقفا بحيث هذا ألف كتابا كاملا في النابهين من الأدباء والعلماء من أهل الحرف مع الأسف هذا الكتاب فقد أيضا ضاع نتاج كثير حقيقة النكبات التي مرت في بغداد ضاعت الكثير ولكن ما تبقى من نتاجات ابن الفوطي كان كبيرا وكان مهما توفي ابن الفوطي في بغداد سنة 728 ودفن في المقبرة الشونيزية يعني مقبرة الشيخ جنيد البغدادي في الجانب الغربي ويعني طلت مؤلفاته مصدرا للمؤلفين التالين حتى نشر بعضها كما ذكرت ابن الفوطي علم من أعلام العراق البارزين خضرم العصرين المغولي العباسي والمغولي لم تمنعه ظروف الاحتلال أسره وعيشه بعيدا عن وطنه لم تمنعه كل تلك الظروف على أن ينتج ويدرس ويتعلم ويعلم ويؤلف الكتب النفيسة التي بقيت حتى يومنا هذا أنه نموذج للإصرار على التعلم الإصرار على تحدي الظروف الصعبة التي يمر بها الإنسان وهذا حينما هذا نذكره لكي نقول لأبنائنا وطلبتنا أن الظروف الصعبة لا تكون سببا دائما للعجز أو الكسل أو إلى غير ذلك ونعلق عليها شماعا نعلق عليها الكسل أو الفتور في طلب العلم هؤلاء طلبوا العلم وعلموه في ظل ظروف أكثر قسوة إلى حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة